هذا شخص أعاد حكم وسنن الجاهلية ولكن باسم الإسلام فلماذا تستبعدون لما تقولون لا لا حاشا وكلا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد لعن معاوية وحذر منه فمحال أن يوليه عمر محال أن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله بل أنه يتعمد هذا أمامكم التاريخ إذا كان يتعمد في هذه الموارد لماذا لا يتعمد في ذلك المورد ما الفرق إذا كان على الاعتقادات الجاهلية هكذا لماذا نستبعد منه أن يولي جاهليا مثله وهو معاوية على الأقل إكراما لأمه التي مكنته من نفسها ذات ليلة في أيام الجاهلية الزهراء صلوات الله عليها وروح فداها لما نهضت في وجه أبي بكر وعمر لعنهم الله وخطبت خطبتها العصماء خطبة الفدكية بماذا استشهدت في هذه الخطبة؟ بأي آية من الآيات قالت أفحكم الجاهلية يبغون؟ شخصت الزهراء عليها السلام حال هذين المنافقين الملعونين منذ البداية وقالت هؤلاء يريداني حكم الجاهلية يريداني إعادة إحياء الجاهلية وهذا ما حصل أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون